وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 41 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة الأخيرة وأكد جيش الاحتلال إصابة 2234 جنديا من بينهم 355 بجروح خطيرة منذ بداية العضوان على غزة مشيرا إلى مقتل 29 عسكريا في حوادث متفرقة منذ بدء العملية البرية من بينهم 18 بنيران الصديقة في هذه الأثناء وجهة لدعاء العام الإسرائيلي اتهامات جنائية لشخص انتحل صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وصرق ذخيرة ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهم لم يخدم في الجيش لكنه تمكن من الدخول بين الجنود منتحلا صفة عضو في وحدة قتالية من النخبة وأشارت لائحة الاتهام إلى أنه قام بالتقاط صور مع قادة الجيش والمسؤولين من بينهم بن يمين نتنياهو قبل أن يسرق أسلحة وذخيرة ترجمة نانسي قنقر